موسيقى عزائي المتعلمين نراحب فيكم في مناهج التربية البدنية بنين اليوم عندنا لعبة كرة الطائرة وراح نتكلم عن مهارة الإرسال ومهارة الإرسال عندنا نوعين من مهارة الإرسال عندنا الإرسال من أسفل وعندنا الإرسال من أعلى اللي اليوم رح نتكلم فيه إن شاء الله هي مهارة الإرسال من أسفل وتعتبر مهارة الإرسال من المهارات الهجومية والأساسية في لعبة كرة الطائرة وهي المهارة التي يستنف بها اللعب بعد صافرة الحكم في بداية المباراة وبعد كل نقطة وبداية كل شوط وبعد الأوقات المستقطعة الهدف من حصتنا اليوم أن يتعرف المتعلم على مهارة الإرسال من أسفل حالياً عندنا الحماء الجري مع دوران الذراعين للأمام الجري مع دوران الذراعين للخلف ننتقل إلى الحماء طريقة ثانية بطاح مائل ثانية الذراعين وهذا التمرين يخدم أضلت الذراعين مع أضلت صدر لاحظ معي الجسم يكون مستغيم ثانية الذراعين عزيزي الطالب لاحظ معي هذه مهارة الإرسال من أسفل بدون كرة لاحظ معي أخذ خطوة للأمام ثناء خفيفة الركبتين مائل الجذب مرجحة اليد الضاربة والنظر يكون للأمام أو إلى فريق الخصم حالياً لاحظ معي الفيديو الثاني أداء المهارة بشكل كامل مع كرة لاحظ أخذ الخطوة للأمام امثناء خفيفة الركبتين مرجحة اليد ميل الجذب للأمام ثم ضرب الكرة في قبضة اليد والنظر إلى ملعب الخصم أو إلى الأمام عزيزي المتعلم شوف معي المهارة بشكل كامل وهي تعتبر من المهارات الأساسية الهجومية والمهمة في لعبة كرة الطائرة عزيزي المتعلم اليوم راح نتكلم على بعض نقاط الغانون في لعبة كرة الطائرة وفي الإرسال منطقة الإرسال بعرض 9 متر خلف خط النهاية وتحدد بجانبا بخطين قصيرين طول كل منهما 15 سنتيمتر ويرسمان على بعد 20 سنتي خلف خط النهاية كامتداد للخطين الجانبين اثنين يجب أن يضرب المرسل الكرة خلال 8 ثواني بعد صافرة الحكم الأول وفي ختام الحصة نستعرض ملخص الدرس أولا تعرفنا على مهارة الإرسال من أسفل وأهميتها أثنين تعرفنا على بعض نقاط القانون شاكرين لكم المتابعة وحسن الاستماع على أن نلقاكم في الحصة القادمة السلام عليكم اشتونكم يا شباب اشتاكم يا أخباركم اليوم رجعنا لكم في معلومة جدا مهمة هذه المعلومة لا تقل أهمية عن المعلومات السابقة اللي أخذناها في الحلقات السابقة نتكلم اليوم عن العادات غير الصحية اللي يمارسها بعض الأشخاص هذه العادات ممكن تأثر على صحتكم النفسية وصحتكم البدني أول عادة غير صحية لازم نتجنبها هي تناول وجبات السريعة مشكلة الوجبات السريعة أنها عديمة القيمة الغذائية فيها دهون مشبعة فيها أملاح عالية فيها سكريات مضافة هذه الأشياء تأدي إلى مرض في المستقبل اسمه متلازمة الإيض كيف مشكلة هذا المرض؟ هذا مشكلته أنه يخليك بسرعة تمتن وما تضعف بسرعة ويؤدي إلى مشاكل في المستقبل منها السكر والضغط ومشاكل في القلب من أهم العادات الغير صحية اللي لازم نتجنبها ونؤخر عنها هي عادة السهر كثير من الأشخاص يسهر بالليل وينام الصبح وهذا عكس طبيعة البشر الإنسان لازم ينام بالليل ويقعد الصبح لازم بالليل ينام على الأقل ثمان ساعات عشان يعيد توازن الجسم ويعيد حيوية ونشاط الجسم تدرون السهر شو ممكن يسوي فيكم؟ السهر أول شيء يخليك لونك شاحب يخليك مالك خلق السهر يؤدي إلى مشاكل في النشاط يخليك تعبان ماتقة تتواصل مع زمنائك وربعك بشكل عالي يخليك ما تمارس النشاط البدني بحيوية ونشاط لازم نتجنب السهر نؤخر عنه السهر جدا جدا مضر حق صحتنا النفسية وصحتنا البدنية انتبه معي عزيزي الطالب الحين في المعلومة رغم ثلاثة في العادات غير الصحية اللي لازم نتجنبها وما نسويها العادة هذه هي عادة الأجهزة الذكية أو استخدام الأجهزة الذكية بشكل مفرط كثير من الأشخاص يستخدم الأجهزة الذكية وما يشوف روحها إلا ساعتين ثلاثة وهو منتبه على نفسه هذه العادة ممكن تأدي إلى صداع في راسك ممكن تأدي زغلالة في عينك ممكن تأدي إلى تشوهات قوامية في جسمك ممكن رقبتك تعورك ظهرك عورك فجدا مهم أنك أنت تستخدم الجهاز الذكي بشكل معتدل وتحرص أنك تقعد بشكل صحيح وسليم أثناء استخدام هذا الجهاز عزيزي الطالب اليوم وصلنا لنهاية معلومتنا بفقرة اليوم نرجو منكم أخذ المعلومات الثلاثة في عين الاعتبار لأنها جدا مهمة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق ونشوفكم في حلقة ثانية باشر إن شاء الله ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر